اجبرت ميليشيات الحوثي جميع مدارس العاصمة الصنغاء على تنفيذ اذاعات مدرسية بشكل يومي تتضمن فقرات تحث الطلاب على ترك المدارس والذهاب للقتال في صفوفها ميليشيات الحوثي اصدرت تعميما لجميع المدارس في المناطق الخضعة لسيطرتها يتضمن جدولا لبرنامج تعبوي لجميع ايام الاسبوع وحددت فيه بالتاريخ عنوين الاذاغات المدرسية وطلبت منهم عرض صور لقتلها ولافتات تتضمن شعاراتها الطائفية جمعة الحوثي الانقلابية تسعى الى تغيير المنهج وادخال مجموعة من الافكار الضالة والافكار الارهابية على المنهج المدرسية من اجل غسل ادميقة الطلاب تسعى جمعة الحوثي الانقلابية الى عرقلة العملية التعليمية عن طريق وضع بعض الثقنات العسكرية داخل المدارس مما يعيق عملهم وبحسب المصادر فان الميليشيات وجهت عددا من مشرفيها للنزول الميداني الى المدارس للاشراف على التنفيذ البرنامج المذكور والتأكد من تنفيذه حسب الجدول وإلقاء كلمة تحريضية تحث الطلاب على الالتحاق بصفوفها في جبهات القتال هناك تصريحات واضحة من قيادات جماعة الحوثي الانقلابية بانه يجب اخراج الطلاب من صفوف المدارس الى المتارس وهذا خطأ كبير جدا اليوم جماعة الحوثي الانقلابية تغل في تدميرها لمستقبل اليمن عن طريق استخدامها للإذاعة المدرسية التي تحث فيها الطلاب على ترك صفوف الدراسة والاتحاق في بعارك عبثية من أجل تنفيذ مشروع دخيل على المنطقة العربية وارهابي بكل جوانبه وخلال السنوات الثلاث الماضية جعلت ميليشيات الحوثي الانقلابية من المدارس والجامعات في مناطق سيطرتها بيادين لبث أفكارها الطائفية ودعاياتها السياسية وتسببت في تعطيل المدارس وإخراجها بالكامل عن دورها وفعاليتها المعهودة مروى النبيل لقناة الإخبارية عدن